اكدت وزارة الاشغال ان نسبة الانجاز في مشروع تطوير شارع الفاتح وصلت الى 71% وان المدة المتبقية للانتهاء من المشروع هي 8 اشهر وسيوفر مشروع تطوير شارع الفاتح بعد الانتهاء من طاقة استيعابية عالية تصل الى 140 الف مركبة في اليوم مواصلة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تستمر وزارة الاشغال بتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة التي تعنى بتطوير البنية التحتية بما يسهل الحركة المرورية في كافة محافظات المملكة وتسريعا لوطيرة الانجاز لدعم التنمية الشاملة وابعادها المختلفة اكدت وزارة الاشغال ان الافتتاح المرحلي لتطوير شارع الفاتح يأتي ضمن خطط تحسين تدفق الحركة المرورية حيث ان نسبة انجازه وصلت الى 71% وسيوفر مشروع تطوير شارع الفاتح بعد الانتهاء منه طاقة استيعابية عالية تصل الى 140 الف مركبة في اليوم تخدم المركبات العابرة عبر شارع الفاتح ما يعني رفع السعة الاستيعابية بنسبة تصل الى 61% عن الوضع الحالي فيما ستكون الحركة المرورية للقادمين من جسر الملك فهد باتجاه المحرك الى منطقة خليج البحرين حركة حرة دون توقف بطول يصل الى اكثر من 20 كيلو مترا ما يؤكد على التأثير الايجابي في متوسط المدة الزمنية لقطع الشارع بنسبة 29% ويدعم هذا المشروع الحيوي النهضة الاقتصادية في مملكة البحرين وجذب الاستثمارات باعتبار الشارع يربط بين تقاطع ميناء سلمان وجسر المنام الشمالي الموصل الى خليج البحرين اضافة الى المناطق السياحية والحيوية الاخرى على شارع الفاتح ضمن اعمال المشروع